كونسولتو كشفو مستاقل وما بش عن دراشي بتأكي كونسولتو 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 أهلنا سلام بسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو لي ميديسين وفي انتظار كل المكالمات أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد أستاذ السكر والغضاة الصماء كل الطب من جامعات عين شمس أهلنا سهلنا دكتور أستاذ حسين إزايك؟ الحمد لله تمام لقاية تجدد برؤيتك الجميلة دايما يا رب دايما انت نور معلوماتك اللي ما بنشبعش منها وانا متى يقل يعني انا هاعرض والرأي ليك يعني على الحوار الشائع للعالم كله بيتكلم عنه دلوقتي ومتى يقل ممكن يجي لنا اسئلة او بس انا هسيب الحوار مفتوح ليك انا هرمي العنوان من الكورونا يعني الكلمة دي خمس دقائق مثلا لا برحتك يا دكتور طيب اعنا بص عدراج يعني انا برضو بس يا ريت اول انتظار ينتظر معنا انا معايا الاستاذة سناء من القاهرة ايوة معايا اول اه طيب ناخد عشان على اساس اننا هنطول شوية طيب اتفضالي حضرتك الدكتور معايا قبل ما نبتدى الحوار مساء الخير ازاك الساس سام اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بيك ممكن الدكتور اتفضالي الدكتور معايا ازاك يا دكتور اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا انا يا دكتور كنا لسه بتكلموا على الكورونا وانا جوزي وولادي بيخرجوا وبيخلطوا ناس كتير وانا واحدة صحية على قد وخايفة اللي يجيلي عدوى فانا عايزة من حضرتك حاجة وقاية ليا تحميني من الاختلاق اللي بيجيلي دوت تكون حنيينة في الجيب وفي الصحة طيب ما هو بسس للموضوع ان احنا ما نقدرش نقول ان ولاد سيادتك او جوزك مخلطين لحد عنده كورونا لا امه مش مخلطين بس بيتعملوا بره وبيروحوا وايجوا يعني طيب حاضر حانا نشوفه عموما احنا هتكلم شوية وانا حنتطرق لنقطة دي ان شاء الله تمام شكرا شكرا بالحالة دي بقى الشعب كله حياخد داول وفيه فعلا ادوية وخبار حاليك افر ميكتن او افرزيم ده بيتاخد تلت حبات مثلا اليوم الاولاني واليوم التالت وبعدين اسبوعيا طول ما فيه لمدة مثلا ثلاث شهور وبعد كده يبقى كله اسبوعين ثلاث حبات ثلاث حبات في اليوم ادوك لا اه يعني ثلاث حبات مرة افرزيم ده ده هو بتاع الامل والجرب والجرب اه بس هو تضح ان هو ازا ما بيبنع الامل والجرب ان هم ما يمسكوا في الجل مش الاملية بتمسك في الجل اكيد اه شفت ااملية قبل جده الاول شفت اوه يا طايرة لا فيه نوعين بالامل فيه اامل الرأس الرأس وفيه اامل منطقة العانة طبعا الناس كانت زماما بتستحماش اه تمام يعني ما تستغربش اليوم اندول دلوقتي بقى فيه مية زماما كانش فيه حاجة الترعى والقلة والزلعة والزلعة والكلام ده صح فكان ممكن ما يستحماش فعلا حملا المايا منين احنا بتكلم منه مية سنة او خمسين سنة اخبالك تماما فهو كان فيه نوعين من الامل وكان شائع فيه اامل الرأس وفيه اامل منطقة العانة والامل ده نوع وده نوع الاملاية يا حسام لها رجول بتشبط في الجل تماما وتقعد طمص الدم يا سيد واخبارها قلت لها بتختخب حلوة كده احنا شفنا تحت الميرسكوب وحنا طالبة يعني فيه النوع التاني اللي هو الجرب هي برضو ده عبارة عن برضو حاجة بس ارفع واصغر من النملاية بس بتخش جوا الجلد نفسه بقى زي الاملا برضو بس تخش جوا الجلد يعني الجرب ده كائن حية كائن حية ايوه جائن حية ولو مخالب يمشي في المخالب بس لا يرى بالعيل مجردة ان المصابة اوي يعني مخبار حضرتك ويعمل تانيلز يعني بيخش كده زي ما تكون يعمل سوق لا زجزاج عارف انت زي تكون بيعمل بريمة حاجة حلازوني كده لا بريمة حالو بريمة زي البريمة فيجيب هرش رهيب ويطلع بقى الهستامين والحاجات دي الاتنين دول ده مهم الايفرزين اخبار سيادتك الايفرزين ده 6 ملي جرام الحباية اخبار حضرتك اتخذ ثلاثة فيه كذا بروتوكول فيه ناس يقولك خده اربع حبات مرة واحدة كل شهر فيه ناس اربعة كل شهرين بس هتديني مين ده بقى بيمنع مش احنا قلنا بيخلي الامل والجرب مايعرفش هيمسك مايمسكش برضو الفيروس مايعرفش هيمسك فيروس الكورونا وتقريبا الراجل ده بيعمل لهم شاء الله اطفال الامرزين ده الفيروس يجي يدخل على المناخير على التجويف الامفل المفروض ان هو الفيروس ده له احدام او رجوع اللي هو بيسميه سبايك بروتين هو ليس بو كورونا انا اول واحد بفضل الله تعالى يمكن تعريبا في مصر اللي قلت عليه كورونا جاي من التاج كنت معاه التاج المالك والتاج بيبان تحت الكروسكوب العادي انه بهالة مدورة حواليه لكن الكروسكوب الالكتروني بيبان انه هو زوائد شوكية والزوائد الشوكية ده بتيجي تروح دخلة مكلبشة في الغشاء المخاطش ده بتبقى عدد يعني مكسفة ولا عدد صغير لا كتير يعني هو عارف انت بتيني الشوكي بس مدورة كده هو مدور يعني سفير يعني زي كورة مقور وبعدين له الشوك حواليه سبايكي سبايك اللي هي الشوكة ده دي الواحدة بس الفيروس الواحد فيه ممكن ألاف من الشوكة من الشوكة اه طبعا شوك يعني مش شوكة انا معانا امو حبيبة دكتور بان عارف بس عاوزين نتكلمشو على الكمامة طب يا امو حبيبة بس خليكي معانا اخنا اخدها ايا امو حبيبة بس طب خلاص ماشي ناخد امو حبيبة والبقى ينتظر فضالة امو حبيبة سلام عليك سلام عليكم عليكم السلام الحمد لله اه بقول لحضرتك لو سمحت يا دكتور دلوقتي انا عندي والديتي مريضة مرارة نعم ثمان فضالة اه وفيه ضغط وفيه سكر هل دلوقتي الدكتور قال لها يعني لما بتشرب لبن او بتاكل جبن قريش او اي بيبن عامة بتتعب هل ده غلط وايه الاكل المناسب ليها يعني امو الاحسن يعني ايه الاحسن يعني امو الاحسن يعني امو الاكل الافضل اللي ما يقصرش على المرارة لانه الدكتور قال لها ما ينفعش انت تشيليها خالص ايه عشان سن الكبر فما ينفعش انت تشيليها طب ما تجاوب انت نعم حضراتك تجاوبي انا بتكلم جد انت تجاوبي ساعتك الاكل اللي يتعبها ما تاكلوش صحا يعني هي الاكل اللي يتعبها معنى انه بيتعبها يعني يعني يحصل الام في اعلى البط وغضبال حضراتك في مكان المرارة او مغس مراري او اطفر يعني اللي يحصل ده انا ابعد عنه لان حضراتك معنى انه هو بيتعبني يعني بيعمل انت فيه تقلصات في المرارة فممكن مثلا اللبن يعمل لها عندها هي عند حد تاني اللبن ما يعملش فمفيش قاعدة مسلمة ولكن في العموم بنبعد عن المواد الدسمة والمسبكة والحدقة والحرقة لكن كل واحد عارف انه يتعبه ما يفرض بنا كرامة هي بالذات يتاكل الدسمة ما بيحصلش حاجة صح ليه انا عمم صح كون ان انا بقى بقول انها عندها سكر وعندها ضغط وقلل الدهون ده وضع تاني يعني للمرارة الواحدها ولا حالتها هي طبعا مريد السكر ومريد الضغط بقوله قلل الدهون طبعا كلام بنقوله مع بعض وفيش حد بيعمل بيه طبعا حضرتك اه احنا عمليين نقول بلده ولا طبعا يطلع لك واحد هنصب يقولك الدواء النهائي ده فيه حد عامل 250 ألف مشاهدة ان قال علاج نهائي للسكر طبعا شد الناس بالعنوان احنا مش احنا قبل كده كلمة نهائي يبقى نصبة كبيرة ما ينفعش نهائي ما فيش في الطب نهائي ده رب العزة يا راجل ما عالش نهائي بس هنا المشكلة يا دكتور ده بيرجع حالة المريض لورا يعني بيخلي المريض ينام على العلاج فدي برضو بياخد زنب للموضوع ده لا ده فيه الأصعب من دي انت جبت عشرة مرضى ادينا خمسة منهم أدوية حقيقية وخمسة منهم اديناهم طوم او اديناهم مية او اديناهم جير جير عارفت جير؟ اه طبعا اكيد بس عملناها في شكل حباية الخمسة اللي خدوا أدوية حقيقية هيخف منهم أربعة الخمسة التانيين اللي بغدين جير او اسمنت او رمل لا يخف منهم ثلاثة او اتنين طيب فهو ما بيجي يقول النصبة بتاعته فيه مصدقية اه هيخف منه اتنين صح اللي اتنين دول هيقول لك ده احنا واحنا واحنا روحنا عند فلان الفلان عمله سمعة الله يبارك فيه والاتنين دول هما اساسا كنا هيخفوا لوحدهم اه من غير التوم من غير النصب واخد بالك وهذا النصب الناس بتحبوا ليه دايما الناس المثقفة والمتعلمة بيبقى لهم سمة السمة دي لا تروكوا للعامة يعني انت سيادتك او مش سيادتك فيه موظر للناس بتحبش تعامل مع البرستيج المحترم او الوضع المحترم يعني ميحبش يروح يشتري مثلا من سوبر ماركت كتير يحب يشتري من واحد عن رصيف صح مع ان ممكن يكون رصيف اقل ويمكن يكون اغلى يعني اقل كفاءة واغلى سعرا لكن هو يحس بروحة كده هو ايه في الشرع والباية لا هو قاعد عمال يخبط فيه ويخبط فيه ويحدف له حاجة في الشرع هو يجيبها له لك هتروح عند مكان فاحنا كأطباء وكأسات زي الطب لنا سمة صح مش مستحبة الناس بيحتاجنا وعايزانا واحنا لزرز ولطاف وكل حاجة بس بسمة معينة بوضع معين هو عايز بقى يروح نظام الشيح ونقعد وقرى لك كلمتين واقول لك بيريحه نفسه بيجي على هواه بيجي على هواه نخش على الكباب اه نخش على اله اه دي كده خلاص كده امه حبيبة طيب ناخد الى الكباب نخش احنا اه ممكن قدام خمس دقائق او عشر دقايق عشان الموضوع ده يعني طيب احنا دلوقت هي عايزين نقول ان العلاج اه ان ده ان مرض الكورونا المرض لسه بيتطبخ يعني ايه بيتطبخ يعني المرض مش باين كويس لاي حد ولا للعلمة ولا ليه ولا ليك ولا حيبان اه ليه بقى لان اي مرض احنا درسناه في الطب كان بقاله مئة سنة بقاله خمسين سنة بقاله عشر سنة بقاله عشر سنين طب الامراض اللي احنا شفناها وطلقت معانا زي مثلا بيروس سي بيروس زي طلع سنة تمانية وتمانين تقريبا واحنا عشنا معاها انا شخصيا عشت معاها ليه ملف سابق ليه ملف سابق على ما استقر بيروس سي واتفاهم كان عشر سنين مم يعني ليه لانه كل مرض له اشكال مختلفة وده حاجة طبيعية يعني لو جانا التايفون حم التايفون وده موجود من تلتميت ربعمية سنة له حوالي اتناشر شكل هل الاثناشر شكل دول طلعوا اول ما اكتشفوا التايفون لا لا طبعا اه كل يوم نكتشف حاجة كل سنة نكتشف حاجة كل شهر اكتشف حاجة وبعدين بعد خمس سنين لقى حاجة جديدة خالص فالمرض مش معروف لو نقدر نقيم الفاكسين اللي هو التطعيم هيتشتغل ازاي اه في مشاعر اولية لمدة سنة ولكنه لا يؤخذ على محمل 100 فى المياه والى 90 فى المياه والى 8 فى المياه هل النتائج اللي العالم كلها تتكلم عليها ان الدو ده بيجيب 90 فى المياه وده 95 اللي هو الى التتحين انا اخذ بي؟ لا مش لازم اخذ بي لان يا محطينا ادوية ويا محطينا بروتوكولات علاج وتطعيمات وطلع يتخلط يعني هادلوقتي مشكلة معلش يكمل بس عشان النقطة تتحمد شوية يعني حضراتك تطلع غلط الطب ده بيتغير كل شوية ويا ما حاجات حلفنا عليها بالأيمانات ان الله بديلة عنها وهي الطريقة الوحيدة والعلاج الأمثل ويطلع كان غلط 100% وكان هناك أمور شائعة جدا ومات منها ناس كتير جدا وانا كنت صغير في الثمانينات 85 83 86 كان في حد كبير قوي في مصر ملء السمع والبصر أستاذ كبد وجهاز هضمي وكان هذا الأستاذ رحمه ورحمة الله عليه ومعروف قوي قوي إعلاميا يعني يجيبوا احنا أولاد صغيرين يقولك الحالة دخل حضرتك عندها فشل كبد الفشل الكبد كان أياميها في الوقت ده فيروس ألف وفيروس به ولا فيروسي علاج ألف و به معروفين تمام فنعمل تحليل ألف وتحليل به تحليل بسيط يطلع ده نيجاتف وده نيجاتف نعتبره إيه؟ لا ألف ولا به ولا ألف ولا به بنعتبره مناعي أدم مناعي يبقى علاجه إيه؟ يا رب يقولوا يا خبارك الكورتزون تمام نقوم نديل عيان كورتزون كم حباية يا ريس؟ 12 حباية كورتزون في اليوم نص العينين دول يخشوا في غيبوبة رهيبة جدا ولا يلبسوا أن يموتوا ونصهم يتحسن كلامنا حنتكلم سنة 83 84 85 87 80 90 بدأ يظهر الفيروس سي سنة كم وانا 88 الناس اللي كان عندهم فيروس سي وما كانش لم يكتشف ولم يكن تم اكتشافه في هذه اللحظات في هذا الوقت خدوا الكورتزون الكورتزون بيهيج الفيروس سي الفيروس يهيج من هنا يا حسام تمام يأكل الكبد الكبد بيتاكل لو فيروس سي لا الفيروس سي بقى منتدته كورتزون الكورتزون بيخلي فيروس سي يشتغل براحته لأنه بيقلل المناعة تمام ففيروس سي يضمر الكبد بيحرقه العيان يخدش في غيبوبة يومين تلاتة يموت تمام امتى الكلام ده اتعرف بعد عشرين سنة من العلاج الخاطئ اكتشفوا فيروس سي اه انا اقول تاني واضح انا مش واضح لا واضحة جدا هل انا دلوقت اكتشفت كل الفيروسات لا لسه في عائلات تانية بتأكيد وما قطيتم من العلم الا قليلة دي على فكرة حلقة ممكن نسميها philosophy of medicine او فلسفة طبية فانت تخليك واخد بالك ما تفوتش حاجة الا بقى شغل الشعوازة بقى حط البسلة على الطوم واحد حن مش عارف ايه وياخد تلاتة مليون مشاهدة ده وضع تاني ده شغل نظم رسمي لكن العلم لازم انت تاخد بالك وتتوقع ان انت مملتش مش ماسك العلم في ايديك 100% واللنهار ده بينفع هتكتشف حاجة يطلع ان كان بيدر شكلك عندك حد اه معنا استاذة سناء واستاذ محمد استاذ سناء تاني طي واحدة تانية استاذة سناء سلام عليكم ايوه اهلا وسهلا انا عايز اشكرك لقيت انا سألتك من شهرين كده على اختي كان بيجينا شرقة بالسمراء حضرتك ورسلتها من دوا الضخم وفي شراحة احنا كنا داخل ولسلتنا على داخلات كتير كتير وحضرتك لما قلت النتيجة دي شاءنا من سلعة كويت شالت الدخط شالت الدخط شالت الدخط وغارته بقت حلو الحب لله طيب الحمد لله اما انا بقى عايز اقول لحضرتك بقى على حاجة انا عندي سكر بقى لي مثلا واحد وعشرين سنة وباخد باخد ديموكرون وحاجات من العلاجات ديات وباخد انسلين بقى لي عشر سنين بس بقى لي فترة بيجيني غيبوبات بولير كتير منين متش ومين اثنين جالي غيبوبة وخدت نصف كوباية عسل ولا اكتر على ما رحت على مفوقت النسل كده ساعة بعد ساعة وبعدين انتبحت الصبح حقست وبعد ثامن ساعات لقيت ومينة تسعة وعشرين وما قدش اقدر علاج لمدة اسبوع يعني ما قدش الانسلين انت بقى تيب بيجيني غيبوبات كتير فبطل فعايز بقى عليك يكون حلو بدل الانسلين طيب سيادة وانا وزني ستة تمانية وتسعين وطولي مية وستين وشالة الغدام الدراقية وشالة الرحم وباخد اذا قرض للسيولة وباخد نصف حبات بتقار للاقات العدب السريعة كنت باخد نصفين واحدة سفة واحدة بالليل بطلت اخد الى نصف واحدة بس طيب كنت افتخذ جرعة الانسلين قد ايه كنت باخد عشرين خمسة وعشرين تلاتين بس وكنت اخد اكتر من كد طيب انت حضرك ممكن تاخد الجلوكوفاج لان حضرك وزن كبير وما اعتقد حيبقى كفاية عليك يا قوي اخد السيدوفاج اه 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 اتفضل يقفل وانا حاولت لان الموضوع سهل ان شاء الله شكرا يا سيد السناء خليك مع الدكتور ايه طبعا الوزن ادام كتير زي ما قلنا يبقى فيه انسلين كتير سواء الانسلين ده طالع من الجسم او هي طالع من برة طب ما العشرين دول مش كتير بس عندها جسمها في انسلين وزن كبير يا حسام انسلين كتير يبقى وزن كبير طب انسلين كتير والوزن مش كبير نتكلم فقرنا بها لكنه منسلين كتير يبقى وزن كبير طب هي كم بتاخد انسلين ووزنها ستة وتسعين تمانية وتسعين وبيجي لها رأس سكر كمان تقوم تاكل حتدخل فهي حنوقف الانسلين زي ما بتقول كده وقدر ناخد جلوكو فاجأ الف حباية قبل الغدى بنص ساعة حباية قبل عشر نص ساعة ان شاء الله حيكون كفاية ممتاز طيب ناخد لاتصلى بعد صدر محمد سلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله دكتور محمد اهلا بك يا فدر حظرينيك الوقت انا عند السكر بقالي سبع سنين نعم فدر بس السكر اول مجاني كان بيبقى سبع مية اذا اراها حلل يطلع سبع مية طيب نعم وبيجي تاخدوا خدت منسلين الصوف وبيجي تاخد خمسين واردعين طيب يعني السكر عمل تأثيرات جنبة عندي يعني اثر علي كل حاجة في الاسمي سنك كم سنة يا فدر؟ خمسة وثلاثين انت صغير يعني جالك وانت عادك تمانية وعشرين سنة اه اه وزنك قد ايه؟ وزن ستين اه طولك مية وستين مسلا خمسة وستين؟ اه يعني انت سفايف اه رفايا السكر حاليا بيطلع كام؟ حاليا بيبقى صايم مية وثلاثين مية وثلاثين 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 اه ايه الشكوى حضرتك الحالية؟ حاليا حضرتك اوه يعني ايه ما بيتزبات اه اتعاج ببقى مثلا سكر تراكمه يطلع تسعة طيب بس طول حاجة تسعة ما يديش الارقاب بتاعت الصايم اللي بعد الاكل ده يعني اللي بعد الاكل والصايم يعتبروا كتير ساعتك اه انت تاخد حاجة تانية الانسولين بس قلتلي الجرعة ده؟ اه اه خمسة وثبت واربعين اه بتليه تسعين اسم ايه مكسطارد ولا حاجة تانية؟ ما عارش اسم ايه ضاعف اه 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 ألم ولا بيابا؟ لا انا بالعادي ميكسطارد مركب عليه سابعين اثلاثين هومولين، هومولين الهومولين ده حضرتك بتاخده تسعين واحدة في اليوم ومع ذلك انت خاسس انت طيب ايه في الوارح هيرد على الحديثة شكرا سيد محمد خليك مع الدكتور يعني هو سكره اولا فيه انا بس بقول للناس كلها يخشوا على الصفحة بتاعتنا اللي هي دكتور محمد سعد بالعربة بالانجليزي يسمعوا الحلقة اللي احنا عملنا وانت حسام كانت بتتكلم على السكر التراقومي ويعلقته بالتحليل العادي اليومي يعني السكر التراقومي بيوصل كانت تسعة تسعة مع ان الصايم عنده 130-140 اللي انا فهمته اللي بعد لك 260-270 المفقود دي ما تعدش تمانية سبعة ونص واخد بالك التراقومي اعلى من الحقيقة انا عندنا هنا بس الصعوبة ان وزنه قليل وبياخد تسعين ووحدة انسولين واخد بالك سيادتك وسكره الى حد ما عالي فهنا واضح ان الانسولين ده مش شغال معك ويس فلازم نبدله معلش هيكون انسولين اغلى من كده هو لو بياخد هيوميلن ياخد مكسي طارد عشان يبقى الخاص تمام لو بياخد مكسي طارد ياخد هيوميلن واللي 32-70 ويقسم الجرعة التسعين دي تلاتين قبل الفطار تلاتين قبل الغداء تلاتين قبل العشر وياخد معاهم تانيين كمان دونسين اربع ميلي جرام قبل الفطار حباية قبل الفطار لمدة ان شاء الله تلات شهور وبعد كده نشوف الوضعين اتصال تاني اه لا هي الحالة محتاجة كزا مرة متابعة ايما تحليل كتير وغالية وكده طيب قبل ما نكمل الحوار الشايك ناخد المشايماء اه خلاص خد المشايماء المشايماء سلام عليك حباك اللي خلح وضع يعني سلام اشترا الله بركاته وزايا دكتور اهلا وسهلا مشاهدة اتفضل اه دكتور انا مريضي السوسكار اه السوسكاري اخر مرة لم خلينا من شهرين اه صايم 118 وتركوني 6 واحد من العرض طيب انا دلوقتي شكوتي قلم فاضيع في كتافي طيب وعندي القداءة الماضية الفتئة في الحجاب الحاجز يعني مثل اخباك اخوان اكتافك بالها قد ايه الالم فيها اه ليه حوالي سيدا كنتعنز من شعره رجع السن ديها وسبوع سيدا عما بيروفش الالم اخد المساكن لأكي شوية وبعد سيدا يوجعه ايه المساكن اللي تبتغليه حضرتك بنادرون طيب الف سلام عليك حضر شكرا امو شايماء شكرا هو الام الاكتاف مشهورة اوي في مرضى السكر وانا سيامها في اليام اللي زي احنا فيها كده مع بداية البرد والحجاب تمام هو البنادول فيه عيب يعني البنادول مسكن وليس يعني مش ضد الالتهابات اوي فهي لو خادت حاجة وطبعا هو امان الحقيقة يعني برضو في جانب ان هو اكسر وامانا من ادوية كتير لكن هي لو خادت مثلا دوة تاني زي اللي بيشيل المواد يعني اللي ممكن ان هي بتسبت الالتهابات حقيقية فحيكون هناك التأثير افضل بأمر اللي يعني هي تاخد لمدة مثلا الخمستاشر عشر تيام كفاية اوي بروفن ربعمية ميلي جرام كفاية حباية واحدة بعد العشا لمدة تلعاشر تيام الفترة دي عشان عندها ارتجاع في المريء تاخد هستاك تلتميت ميلي جرام حباية الصبح حباية بالليل العشر تيام دول لو استمر انا افضل انها تاخد كل يوم دش مياه سخنه اوي لمدة خمس ده على كل كتف المية تنزل او لو عندها فرصة انها يبقى عندها حاجة زي بانيو او حاجة تملأ مية سخنة اوي تمام وتختص فيه ده حيساعد الامور شوية طيب شو عشر دي عربع ساعة كل يوم حتلاك تفل يبقى كويسة اذا روايس هيبقى حنطر نحتاجناها حقا وكده تكلم تاني خاي معنا المعزة و احمد من اللقصر ناخد المعزة السلام عليكم ولكم السلام لكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه 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 لاتريك وانتهاب ما بييروحش او تسيط ستموية منبك السكر الصايم كام؟ نعم؟ السكر الصايم كام؟ كنت باخد برشان ودلوقتي اخر حاجة عملت تراكم في اثناشر كام يا عصر؟ اثناشر؟ مش فكر التراكم حولي على العنسولي حولي على العنسولي دلوقتي مش فكر الصايم كامل لك الصايم وفاطر ما عملتي الصايم وفاطر ام معزة؟ لا لا عملت كامية واحد وخمسين قبل التراكم بشوية طيب السؤال انت عندك التهاب في رجليكي صح؟ اه شديد جدا في تغير في اللون في رجليكي؟ لا مفيش والسكر انت بتقولي ما بتعمليش لصايم ولا بعد الاكل بساعتين؟ يعمل بجري هو مطالبيني الصايم، عملت التراكمة بساعتين؟ طيب اتفضل يا فادي شكرا شكرا ام معزة اكذوبة التراكمة ده اللي الناس عبقت حتى انجلترا لغت الصايم وبعد الاكل ولغت تد الشرايط بتاع التحليل اليومي اللي في البيت ودلوقتي شغال عالتراكم وده عرف التراكمي لا يعكس حقيقة المرض وانا برضو بقى اقول تاني خشوا عالدينا عندنا حلقة كلمنا العركة بين التراكمي وما بين السكر الصايم لازم نعملها هنا من غير اتصالات مرة زي باشر بساعة؟ اه لان هي دي مهمة جدا وهو التسقيف الطبي برضو مش لازم علاج بس لان ده خطأ شائع جدا يا جماعة الصايم واللي بعد الاكل اكثر يعني دائم مش مرة يعني نعمله مثلا كل اسبوع مرتين ثلاثة تمام فده اهم من التراكمة التراكمة فيه معامل غلط فيه تحليل غلط فيه اخذ العينة غلط فيه ان السكر نفسه بيديني انطباع خاطر عن حقيقة المرض جوه المريض والقصة ده انا اتكلمت فيها ساعة الله ربع قبلها مش محبس مش محبس لا يعكس الحقيقة يعني هي بتقولك اتناشر راح الراجل قلبها على انسولين على حق والله على باطل لا ادري ما انفعش اه ومتعملش الصايم ولا بعد الاكل هي حضرك تعمليلي الصايم وبعد الاكل اه ان شاء الله هتعمليلي خلال اسبوع الجاي ده هتعملي عينة صايم تمام ده بكرة بعد بكرة تعمل بعد الفطار بساعتين بعده هتعمل قبل الغدا بعد بعده هتعمل بعد الغدا بساعتين اليوم اللي بعده تعمل قبل العشا اليوم اللي بعده بعد العشا بساعتين اليوم اللي بعده تعمل على الفجر طبعا هي مش هتلحق دلوقتي اللي انا قلته تعيد الحلقة الساعة واحدة وتسمع وتطلع من على اليوتيوب ولازم نبذي المجهود كده شوية مش كل حاجة جينا بالمعلاء على الباب ما انا نحبش كده ابدا طي في ام وحمد ولله المثل الاعلى ونعمة بالله هذي هذي بجزع النخلة يتساقط عليك وما معناه يعني قول الآية يا حسام لا تربا جانية رطبا فالفكرة ان حضرتك رب العزة يقولك ادعوني استجب لكم ما كان يقدر يجب لنا كل حاجة ومش حاجة لدعاءنا بس لازم نعمل حاجة بس عايز يعني السعي يعني لازم الواحد يعمل حاجة وشو قلت يجيله وانا محبش احبش حاجة متأسرة طبعا ام محمد من لقصر والاستاذ رضا من الزقزي ناخد ام محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا كنت عايز اكلم الدكتور عندي سؤالين بس بسرعة اتفضلي 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 امه وبركلك يا رب اتفضلي اه يا دكتور انا كنت من فترة حللت علشان تأخير الخلفر فالدكتور طلب مني مجموع التحاليل دلعب فيها الغضة الدراقية خاملة والنسبة تمانية وسبعة من عشر داني برشام ألتروكسين جالي تخطيق قبل الفطار لمدة سبع شهور بس حاليا انا فيه ألم عضلي في جسمه كله وبالذات في الكتف اليمين والساق طيب ده بعد ما اخدت العلاج اه من بعد ما بدأت في العلاج ظهر القلم العضلي الالتروكسين عملت كده اه بتاخد اي ادوية تانية مع الالتروكسين انا كنت باخد منشطات طيب ولي ما بتقوليش هي المنشطات اللي عملت كده والله انا ولا عشان مرشطات عشان تانية مرشطات وده يعني طب عموما لا والله فيه سؤال تاني السؤال التاني سيادتك انا كنت عندي حسسية جوب أنفية وكل يوم الصبح لما مصحب النمع اعطس كتير بس انا خدت ادوية كتير للحسية بس زودت الوزن معايا ومش جادر امشي بيه هتواصل لانها غالية شوية طيب فانا كنت لو عايزة حاجة تبقى اخف وتخفف يعني حاضر الله يكرمك عمين يا رب شكرا محمد شكرا المسبة للأولينية اللي هي الان العضلات اللي لها علاقة بالالتروكسين ممكن توقف الالتروكسين لمدة 21 يوم وبعدين تبدأ على جرعة صغيرة خمسين مايكرو حتى لو كانت بتاخد اهمة الخمسين ترجع عليهم لكن لو اكتر والخمسين تاخد خمسين مايكرو مدة 3 اربع اسابيع وبعد كده تزود شوية شوية لحد ما توصل لاي درجة الالتروكسين ده فرقيا انا ملوش حد اقصى يعني اخد ده كتر بتخاف بتديك مية مية وخمسين اقصى حاجة لك مفيش مشكلة لح ممكن ادي شوية الكبير بالنسبة لسيادتك للحاجات بتاعة الانتيستامين او الانتيستامينكس اللي هي بتاعة الحساسية في ادوية كتير طبعا بس عيب الرخيصة انها بتنيم هي اقوى على فكرة يعني الادوية الرخيصة ضد الحساسية اقوى من الادوية الغالية بس بتنيم بس بتنيم فلو بيسوق مايسوقش لو بيشتغل على مكانة مثلا مطور ولا حاجة تعورو وفيه قابلين لانه ممكن بيحصل نوع من الدخل خفيفة كده هو مايخدش بالو منه فلو هي ما عنداش الكلام ده وست بيت وقاعدة تاخد ده اسمه تفاجيل او اي حاجة زيه يعني او البديل للتفاجيل مش لازم يكون هو لانه الادوية دي بقت شهحة شوية عشان بقت رخيصة حالباية كل يوم قابل النوم ان شاء الله جبلها نتيجة كويسة ان شاء الله طيب معنا الاستاذ رضا ومحمد من البحيرة ناخد الاستاذ رضا مزا ازيق سلام عليكم السلام عليكم يا دكتور سلام عليكم يا دكتور خليلي يكلمتك يا الاسبوع اللي فادع دكتور على معدتي بتاع الماء ده اللي اضعبنا والكاولون هم يعني بقى لها 4 سنين يا دكتور كل ماكشف يقول لكاولون والاتهابات وتقرحات وحاجات من ذي كل ماكشف علاج يا دكتور مابرتحش عليها سوان انت حضرية قلوك تقرحات في الماء ده ولا في القاولون في القاولون في دكاترة بتقول التهابات ودكاترة بتقول التكارحات طيب التكارحات والاتهابات تعرفوها ازاي الدكاترة بالأشعة اللي هي بره دي اشعة بره برانية كده التلفزيورية 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 ده انت منين بسأزيق وروحت الحد في الزأزيق أستاذ لا انا مدى أهلية رحت حد مدى أهلية أستاذ واه لأستاذ ولا بتروح للجماعة قريبك اللي جنبك لأ الدكاترة اللي جنبي بالأس والحيدة الزي اه وبيعملك بتاع التلفزيور كده ويقولك عندك تكارحات في القاولون ايوه اللي شعليه بيبتل على التلفزيورية دي وإلي عندك تكارحات والتكارحات في القاولون قول انت عنك القاولون العصر طيب ايه المطلوب مني دلوقتي فانا عايز انا عايز اكشف عند الحضر ده كدوقت فانا عايز العلوان عشان اجيلك بس ربنا اخليكو يبارك فيك وش هتحتاجة ان شاء الله حضرتك الاشعة التلفزيونية حضرتك ما بتبينش غير الاعضاء المصمطة الاعضاء المصمطة المصمطة يعني ايه المصمطة هو لفظ عربي صحيح بس هوك يبقى تايع عنا اللي هو يعني ايه كتلة الخالية من الهواء تمام الخالية من الهواء يعني زي الكبد الكلة مش عايز اشتم في حد. يعني الدكتوره نفسه مش فيه. او بيهزر معاه. خليها كده مشيها بيهزر معاه. فاحنا عشان نقول فيه يعني هو حول التشخيص السريري يعني اللي هو بتكشف بيدنا يعني. الى تشخيص اشعاعي. وده تماما مفترع عليه. يعني انا ممكن اشخص حضرتك بيدي مثلا ان فيه الطحال كبير. لكن بيدي تسعين في المية ما اقدرش اقول سبب الكبر ايه. اكيد. ممكن يقول لها صبح الله بالهارسيا. تضخم في الكبد الثانوي او فشل كبدي او انه فيه اوران في الطحال او لوكيميا في الدم. ده اللي بقى ممكن تبريينه الاشعة المقطعية والاشعة التلفزيونية والاشعة الكزا. اكيد. فهو الراجل القولون احس عليه يبقى فيه قلم. انا وانا بفحص. والعيان يقول اي. باليد. باليد. دي اسبابها كتير جدا ممكن يكون قولون عصري. لكن ينقل ان ده فيه تكارحات ده حرم عليه. لان هو كده دخني في طريقة علاجية معينة. تب بالنسبة له هو ايه. نهار ما اقول ان انا فيه تكارحات دي احسن حاجة بتتشاب المنظر. منظر قولون. سواء كامل او نصه. تمام. او نعمل اشعة بالسبغة على القولون. تبين بنسبة 80 في المية 90 في المية. وانا انصحه يعمل اشعة بالسبغة على القولون. في مركز اشعة كويس. ويبلغ نكلم من الاسبوع. ويرجع لحضراته. ان شاء الله. ماشي. طيب معنا امم احمد من البحيرة وارستاذ عزة من الفيوم. ام احمد سلام عليكم. ام احمد طيب. ناخد الاستاذ عزة من الفيوم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الحاجة عزة من الفيوم يا راشد. اهلا وسهلا حاجة عزة. ممكن اكاسم الدكتور اكيد انا لو سهلا وزي حضرتك يا دكتور اهلا بك يا فندم نبقى فندم ليه عند حضرتك سؤالين فضل يا فندم السؤال الاولاني عندي زوجتي عندها المرارة وطاعة سوايا 11 ملي سمعني يا فندم اه سنها كم سنة سنها حالي 38 سنة وسن سيادتك قد ايه انا عندي 55 ماشي يا فندم اتفضل اتفضل مع سيادتك يعني في علاج ولا تحتاج عملية بالنسبة للمرارة يعني هي حصوايا احادية واحدة 11 ملي ايو اتفضل طي بس السؤال احنا بنقول اقل من صمتي بنعمل العملية فيه علام كتير ولا ما فيش علام كتير لا ده في علام كتير يا فندم في علام اه في علام في اللجناب لا بص تاني المرارة ما تعملش علام في اللجناب المرارة بتعمل علام في الجهة اليمنى عادة 99% والالم ده يسهمع في الكتف اليمين او في المنطقة الخلفية من موضع الالم في البطن من وراء تمام الالم بيروح من مكانه فين يا فندم طيب يا فندم ايه العلاج يعني حضرتك تقول لا انا لازم اشخص انا مش بقاعد حضرتك بقولك حط تيرمس على على بتاع ده اسمه ايه كسبرة انا لازم اشخص سيادتي بقاعد الضلوع كده وراء بيباسي علام لا بس اتا قلت في الجنبين في الجنبين صح؟ واحانا بيبجنبها واجعها واحانا وراء الضلوع يعني المناطق مش مستقرر الزبط يعني طيب الاكل الدسم بيقلمها اه واللبن بيرايحها ايوا فندم اللبن ما بيرايحاش اوي برضو يعني طيب اتفضل ايه في الورح هارد على سيادتي شكران شكران حاج عيس هوا بص حضرتك احنا ال 11 ملي دي احنا بكاف من ايه استاذ حسام من الحصوات المرارية واحد انها تبقى مقلقة للمريض وتسبب له الام يعني متكررة اتنين انها تدعو الى التهاب او هي سبق جات نتيجة التهاب مزمن في المرارة وده يبقى له اثار تاني على الركب وعلى المفاصل والحاجات دي فس هتنحب نشيلها حتى لو ما فيش الام تماما تلاتة ان الحصوية دي تزحلق وتنزل حضرك في القناة المرارية وده دي المشكلة تعمل انسداد مراري والصفرة تزيد ويبقى في مشكلة جامدة شوية هو شكله كده يميل ان يشيل المرارة انا ممكن اقول له يشيلها ما فيش مشكلة بس ما وعدوش ان الالم تروح تماما دكتور استأذنك ناخد فاصل عزائي المشاهدين فاصل والواصل اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل اهلا وسهلا الدكتور ايوة سيد احنا معنا اتصالين بس براحتك لأ احنا خلصنا المشاهدين خلصتو اه اقولوا يعمل العملية بس لا انصحه لا لا اعوعده ان ممكن الالم دي تنتعي احنا بنشيلها في الاساس عشان خايفين للحصوية تنزل تقفى القناة المرارية تمام ده الاساس طيب ناخد اول اتصال ام فاطمة من كفر الشيخ سلام عليكم ام فاطمة طيب ناخد الاستاذة مونة من مطروح سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا استاذ مونة عليكم السلام السلام ورحمة الله ها تفضلي معاك اه يا دكتور انا انا ده انا فترة يعني لما كن نايمة بالليل بسحة في مرارة يعني في بقى مريضة تقعد نصف الساعة كده واضرف لوحدها وانت نايمة لما كن نايمة بالليل بس مش بنعا لما كن نايمة وبسحة من النوم في مرارة في بقى غريبة مش عارسة جاية من فوق او جاية من مقدة مش عارسة لا بتلاقي مثلا حاجة زي مياه في بقى كله مافيش ايه؟ يعني في محلول في بقى حضرتك كله مافيش لا مفيش باستمرارة في الحلق في الحلق يعني في دا طيب اوكي يا حاضر شكرا جزيلا شكرا شكرا استيزة مون اه هتاخد لمدة 3 اسابيع هستاك 300 ملي جرام قبل النوم وبرمبران عشرة مري جلام قبل النوم برضا تمام حباية دي حباية خمس وشهر يوم ان شاء الله كفاية وعشرين يوم ان شاء الله ويستحسب ما تاخدش قهوة ولا شاي ولا حاجة دي حضرارك بعد يعني زاني العام يعني بعد ساعة سبعة كمانية تمنع لقهوة ولا شاي قبل النوم لو عايزة تاخد شوية لبن حليب برضو قبل ما افناها على طول يوم فهم منتازم طيب ناخد امي فاطمة من كفر الشيخ اه هالو هالو سلام عليكم ايه يا دكتور سلام يا مصدر قد بالي يا مفاطمة قد بالي حليم بص يا دكتور حظيتك انا كنت عندي معدتي ملتهب اجامل ماشي ورفت في شيفت عند دكتور فقال لي انت عايزة تعملي اشعة البيئ ايه كو عالقال طلع عندي سرعة الترسيب خمشمية وطلع عندي حوشم ريموتزمية في عادة ثلاث خمشمية ولا خمسين خمشمية دكتور لا 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 سرعة الترسيب ولا حاجة تانية لا سرعة الترسيب ولا اس او الانتستريبتو ليسن نعم بص يا حضرتك سرعة الترسيب اكثر حاجة فوق المية مية وخمسين مية لا حضرتك هي طلعت في التحليل خمشمية فالدكتور مشينا على الحقنا خمشمية ازاي بس اسلنتي خمشمية استنى هنا البتاع الواحدها كلها ارتفاع تلاتين سنتي فازاي بخمشمية هو الدكتور اللي قال لي وما كده لما شاف التحليل لا التحليل ده مش انت بتقولي حاجة غير اللي انا فاهمها او اللي هو فاهمها وحاجاتت عند الماء ده يا دكتور طول ما انا قاعد عايزة يا مرزة اتقلع على طوق وعلى طول ما عدت اي لومة فيها واجعاني بتعملي كاتمات فيدي السن كم سنة سن ستة وتلاتين سنة وزنك ادي ايه واحد وثمانين وعند ضربات العلب فراع على طول ماشينا حباها للعلب كل يوم الكتops What a sounds called أي聽 player هل من الدكتور بالك أعمل لي ايكو طلع حاجة في القلب ألا طلع حمر الموتودمية في عضرة القلب لا لا مفيش حاجة تسمع كده حمر الموتودمية حدة في عضرة القلب ده وانت سنك كم سنة دلوقتي تقولي وكدت بتشتكي من ايه عشان اللي عندك حمر الموتودمية في عضرة القلب وانت عندك ستة وتلاتين سنة حدرق على طول كنت بنهج على طول وصدر واجان وبيجيني كاتش ده أستاذ؟ نعم أستاذ دكتور اللي انت روح تيله؟ أه أستاذ دكتور يعني انت خصص قلب؟ أه تخصص قلب بس يمكن الطريقة اللي هو فهمك بيها ما وصلتكش مضبوط يعني ساعتا انت حدرينك ساعتا كان فيه هبوط في القلب أياميها فيه تضخم في عادة القلب طيب؟ لا ما قاليش عندك أي حاجة زر عادة اللي هي حمى لو مرتد منية فعادة في القلب بس قديمة قديمة ممكن لكن مش حدة لا مش عاش طب انت دلوقتي بتشتكي بقى لي معدتك تعبعينها مش كده؟ معدت او اما تحط ايدك على باطنك كده على فوق على فم المعدة القلم بيزيد؟ اه بيزيد بالعمل مجامد على طول بي بيجينك خفضان في TOY's طيب اخر عملي اكرر اشعة الإلهفيزيونية عملتها انت عال باطن؟ اااااااااااااااااااااااااع shot اشياء كانت اااااااااااااااااا من شهرين طنيع فها ايييه؟ اااااااااااال التهابات survived التهابات فيين؟ بقى في panda atI's عالم نصابة بقى الواحد زهق بصراحة يعني مش هافضل انا استحمل كده فيه طاقة الهاشاعة التلفزيونية لا تبين معده ولا اثنى عشر ولا مريء ولا قولون ولا الكلام ده خالص مش عارف تبجوب الكلام ده منين مشكلة لا مش هقدر يعني بصراحة يعني مشكلة هيخرج عن طواب يعني لازم لازم تشخيص صحة يا دكتور لا يعني انت بزا بتقول انت بسهب معاك قلم وبتقولي القلم ده بيرسم على الهوى يعني بأ طيب يا سيدي حاضر حاولك تعملي عالمها شكرا عم مفضل خليك مع الدكتور ايا ممكن تاخد ان شاء الله حاجات هاضمة عشان تلاقي كده عندها وصرا هاض وخبار حضر جاستوى الكلام الحقيقي يعني مش بترتب طبيا صح تمام لان كل كلمة بتتقال بيبقى لها بالنسبة لها مدلول بالنسبة لها انا مدلول ولو انا عشت على الهزي الدلائل بصورة الغر يعني مش وصلاني صح حد حاجة بالصح وانا بكير يعني مش عايز اضر حد يعني فخلينا نتكلم في الحاجات اللي هي المتفق عليها يعني فتاخد ممكن تاخد دايجست از ده دوا هاضم ممتاز حبيه مستك اكل ثلاث مرات ممكن تاخد بلازيل شراب بعلاقة كبيرة قبل الاكل بنصف ساعة ثلاث مرات في اليوم وفيدنا كيف الحاجات اللي هي الساحة ان شاء الله ان شاء الله معنا اه ما يفوش عم اه معنا ابو حسن بنصف سلام عليكم عليكم السلام اتطور كيف تزالك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك اسلم عن الدكتور محمد واجوله ربنا يديك الصحة الله يباركور سيارتك يا فادي وأنفسي سؤال تيجي عندك بس المش hot بعيد شوية علينا تشرفنا واتنورنا اللي يبارك ان دكتور انا 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 ربعه خمس 10 سنة ماشي فيها وعندي سكر من عشر ثنين انا اكثر من عشر ثنين يعني عشر اتناشة سنة انا باكل كواي شكاين ما عندي السكر عزيم ولكن السكر دايما عندي عالي انا باخد سكرين اه تلاتين واربعين الصبح طبعا انا في بعض الأعراض الخفيفة زي ألم في الإيدين كده في الطلبقة بتاعة الإيدين ونشر ساعة مجلين يعني كيش وط الضغط عندي كويس أنا لما عملت إيه وكان عندي نهتف الجلب الجلب المضافي السهيعة عملت إيه وما اطلعش فيها حاجة غير بس الضغط يعني باين في الضغط دي بس فالدكتور قال لي أكل حاجة أنا أعمل لك رسم جلبي المجهود للظروف الماء وكورونا ما روحتش بس أنا توقفت السكر عندي تلتمية تلتمية وخمسين وساعات مئتين وستين ما بيوضاش عن كده وبأخذ سبعين وحدة حضرتك أعمل إيه الوزن كم كيلو الوزن أنا ستة وتسعين خمسة وتسعين ساعات بلز اللي غير تسعين لما بيشتغل بسافر آه وبتاخد سبعين وحدة إنسولين في اليوم والسكر عالي والوزن بيزيد آه من الوزن اللي بتاع الوزارة الصحة والسكان أوكي اتفضل إيه في الوزن حرد على شكراً عبد الحاسم شكراً هي الحل في يده هو سهلاً أوي تمام هو بدأ قالك هتا بوكل براحتي اهبات سيتك وبياخد الإنسولين براحته كل حاجة براحته ايوه والسكر عالي براحته يعني في النهائة ماشي براحته والوزنة عالي براحته با هود نفكرك احنا قلنا إنسولين اول يا حسيم انت شاك اكبر انا خلاص مش كده لا ما ايه انا ايه ايه انا رفعت الاكلام فيه تلاتة فيه تلاتة بيتكلموا تلاتة في الودن دي وتلاتة في الودن دي ايه اقفل يا جدع طيب ايه بص حدرك يعني هو ايه ماشي كل حاجة براحته فاحنا حضرتك لازم نقصر الراحته دي حاجات ده ان انا عاوز انزل وزنه لخمسة وتمانين كيلو او لثمانين كيلو انسولين كتير وزن كبير اكيد طيب بس انا نزل الانسولين دلوقتي ما ينفعش قل ليه عشان السكر عالي عشان السكر عالي يبقى ادام السكر عالي وانسولين كتير وهو تخير لا ما ياكلش اه ربع اللي بياكل لا خلاها نص نص نقرص عليه خلاها ستين في المية تمام فهو ياخد ستلتين الاكل اللي بياكله او نص اللي بياكله حيلقى السكر بدى يقل ويتضبط تمام اروح مقلل الانسولين معا دي خطة العمل يا استاذ اسفاوزي اه استاذ انا 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 افنح لا حتى الله هرأة امن بريق لا اهي 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 اه لا اه ابو حسن من صهوك الاستاذ ابو حسن دي خطة العمل نقلل الاكل بنسبة تلاتين اربعين في المية تمام السكر حيتضبط بعدها باسبوعين تلاتة ابدأ اقلل الانسولين ووزن حيبدأ يقل والبنى هتحلى ويتبقى زي الفن ان شاء الله دكتور محمد انا بقى اعتذر لك مفيش الكابسولة بتاع النهاردة الوقت خلص وبنعتذر للمشاهدين اندى مقدرش يتصل بنا يتصل بنا للحلقة الجاية ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا نهاية الحلقة من برنامج نشكركم لحسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر وغضة الصماء كلية الطب جامعة عين شمس والى لقاء ان اخذ بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة